عبير موسي رئيسة قائمة الحركة الدستورية بباجا حزب الحركة الدستورية هو حزب حديث التأسيس لكنه ضارب في القدم في تاريخ تونس باعتباره يتبنى المرجعية الدستورية التي يرجع تأسيسها إلى سنة 1920 شعاره حفظ الأمانة ومواصلة الرسالة أهلي باجا الحزب الحركة الدستورية أعد لكم برنامجا طموحا يتماشى مع تطلعاتكم سيسعى إلى دعم قطاع الفلاحة في الولاية وذلك عن طريق العناية بالفلاح عن طريق إحديث وتهيئة مناطق سقوية لدعم المنتوج الفلاحي داخل الولاية ثالثا ستعمل الحركة الدستورية على مزيد تعبئة الموارد المائية داخل الولاية وحسن توظيفها لصالح متساكني الجهة أولا وقبل كل شيء الحركة الدستورية ستسعى أيضا إلى أن تكون باجا قطبا صناعيا عن طريق دعم الصناعات الغذائية ودعم تحويل المنتوج الفلاحي وإحديث مزيد من المناطق الصناعية لدغم التشغيل والحد من مشكل البطالة ستعمل الحركة الدستورية أيضا على أن تكون باجا قطبا سياحيا عن طريق السعي إلى إحديث منطقة سياحية مهيئة على شريط الساحلي وعن طريق دعم السياحة الثقافية من خلال ترميم المواقع الإثارية التعريف بها والترويج إليها أيضا ستسعى الحركة الدستورية إلى تحسين ظروف عيش المواطن عن طريق ربط المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب عن طريق فك العزلة عن المناطق النائية عن طريق تهيئة المسالك الفلاحية لإدماجها في دورة الاقتصادية وعن طريق إيجاد الآليات لإدماج الفئات المهمشة بنظام التغطية الاجتماعية حزب الحركة الدستورية سيكون صوتكم داخل مجلس نواب الشعب انتخبوا قائمة الحركة الدستورية وستكون لكم مدافعة شريصة عن مصالح الجهة عن مصالح الولاية عن مشاغل المواطنين وستتابع تنفيذ كل المشاريع التي أعدت سابقا وبقيت معطلة وستكون مدافعة عن تنفيذ أي مشروع وقع الوعد به أثناء الحملة الانتخابية اشتركوا في القناة